أداً تملأ الآفاق عطراً ونوراً يملأ الآفاق ضياً يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلباً إلا كلب زرع أو ما شية نقص منه كل يوم قيراط كل يوم قيراط ولما سوع القير قال مثل جبل أحد حسنات تذهب يذهبها الإنسان لأجل زرع لأجل كلب يضعه في البيت لا يجوز وضع الكلاف في البيوت لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تطرد الملائكة وتدخل الشياطين إلى هذه البيوت وتنقص الأجور وهذا ابتلاء الناس يبتلون الآن بأن الكلاب جميلة وتطيع الكلام وتونس وتلعب في البيت وكذا طيب والله يقول لك حرم من تطيع؟ تطيع نفسك التي تحب الكلاب أو تطيع الله سبحانه وتعالى مثل أهل الخمر وأهل الميسر وغير ذاك ما ذكرنا قبل قليل هل يطيع نفسه؟ هل يقدم الدنيا أو يقدم الآخرة؟ لا يجوز بيع الكلاب ولا إهداء الكلاب ولا بقاءها في البيت وإنما يجوز اقتناء الكلاب بثلاثة أسباب وإما زرع لحماية الزرع وإما للماشية تحمي الماشية وإما للحراسة وإما للصيد الحراسة قياس وإنما الذي ورد فيه الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم من اقتناء كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية وفي رواية أو زرع فأضاف الثالثة الصيد والماشية والزرع وقاص عليها أهل العلم إذا كان حراسة المهم أنه يحتاج إليه